حديث من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له لا يصح حديث من صلى علي في يوم ألف مرة لم يمت حتى يبشر بالجنة لا يصح حديث يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأن الدهر بيدي الأمر أقلب الليلة والنهار حديث ثابت صحيح حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عن ثابت صحيح حديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر حديث صحيح حديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار حديث حسن حديث الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة حديث حسن حديث أيا عجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة يسبح مئة تسبحة فيكتب الله له ألف حسنة حديث ثابت صحيح حديث مروا أولادكم بالصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ثابت صحيح حديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر فيه ويده التي يبطش بها إلى آخره حديث ثابت صحيح وهو في صحيح البخاري لكن في سنده راو يقال له خالد بن مخلد القطواني فقال الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال لو لا هيبة الجامع الصحيح لا أعددته في منكرات خالد بن مخلد حديث صحيح حديث ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو يمي خيرا حديث ثابت صحيح حديث لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديث ثابت صحيح حديث ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفاحات ألا فتعرضوا لها حديث ضعيف حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل جساد الأنبياء مختلف في صحة ومنازع سبب هذا الاختلاف هو راوين يقال له عبد الرحمن بن يزيد فهذا هل هو ابن جابر وهو ثقة أو ابن تميم وهو مجهول فالمثبت في الكتب المطبعة هو ابن جابر ثقة ولكن علماء العلل الأولين يقولون أن ابن جابر خطأ والصواب هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو مجهول إذا اعتمد على الأخير يضعف وإذا اعتمد على الأول الثقة يحسن هذا والله أعلم حديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه ثابت صحيح فلا تكونوا بخالاء صلوا على سيد الخلق وحبيب الحق محمد سلام عليكم